السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة محبي تربية طيور زينة مرحبا بكم إخواني الكرام في هذا الفيديو سنتحدث إن شاء الله عن نجارة الخشب وأهميتها وذلك بالإجابة على مجموعة من التساؤلات التي يتساءلها أغلب المربين خصوصا المبتدئين ومن أهم هذه الأسئلة إخواني الكرام ما فوائد نجارة الخشب ومتى يجب أن أضع نجارة الخشب في عش البادجي وكذلك ما الطيور التي نضع لها النجارة في العش هل طيور البادجي لوحدها هي التي نكتفي بوضع النجارة لها أم يوجد طيور أخرى يمكن أن نضع لها هذه النجارة كذلك إخواني الكرام هل وضع النجارة له علاقة بالإنتاج كل هذه التساؤلات إخواني الكرام سنجيب عنها إن شاء الله في هذا الفيديو ونوضح مدى أهمية النجارة وكذلك فوائدها بالنسبة إخواني الكرام للسؤال الأول وهو متى يجب أن أضع نجارة الخشب بالنسبة إخواني الكرام لطيور البادجي فيمكنكم أن تضعوا نجارة الخشب قبل أن تنتج الأنثى أو قبل أن تبيض ويمكنكم أيضا أن تضعوها بعد أن تبيض لكن إخواني الكرام حذر أن تقوموا بوضع النجارة أثناء وضع الأنثى للبيض وأثناء يعني ما زالت الأنثى تحضينه على البيض لذلك إخواني الكرام لا يجب أن تقوموا بوضع النجارة حتى تفقص الفراخ وتكون عمر الفراخ عشرة أيام على الأقل لذلك إخواني الكرام نبهتكم إلى هذه المسألة لكي لا تقعوا في مشكلة نفر الأنثى للبيض أو للفراخ أما بخصوص السؤال الثاني إخواني الكرام وهو هل وضع النجارة له علاقة بالإنتاج بطبيعة الحال إخواني الكرام لا لأن وضع النجارة ليس له علاقة بالإنتاج وأقصد من هذا السؤال إخواني الكرام هل إذا لم أقوم بوضع النجارة في عش أنثى البادجي ستبيض هذه الأنثى أم لا بطبيعة الحال ستبيض إخواني الكرام وهناك إخواني الكرام بعد الإينات التي لا تحبد ولا تحب النجارة داخل البيضة لذلك إخواني الكرام من السلوكية التي تقوم بهذه الأنثى أثناء وضع النجارة داخل العش تقوم إخواني الكرام باستفراغ العش من النجارة وتترك فقط ما قامت هي بنجره من العش لذلك إخواني الكرام فوضع النجارة ليس له علاقة بالإنتاج فممكن أن تنتج الأنثى دون أن نضع لها النجارة وكما تشاهدون إخواني الكرام أنا الآن أقوم بتنظيف عش هذه الفراخ وتقوم بإصدار أصوات لطلب الأكل من والديها لذلك إخواني الكرام قلت لكم في الإجابة عن السؤال الأول أن لا تقوموا بوضع النجارة حتى تفقص الفراخ لكي لا تنفر الأنت هذه الفراخ خصوصا إن كانت هذه الفراخ صغيرة جدا فقد تسرك الأنت أو تنفر هذا العش بتة ولقدر الله إن كنتم لا تجدون التأكيل اليدوي لهذه الفراخ الصغيرة جدا فقد تفقيدون هذه الفراخ لقدر الله كما تشاهدون إخواني الكرام فكترة هذا البرز الموجود في هذه البياضة فهو إخواني الكرام قد يعني يصيب الفراخ بفيروسات كفيروس الأضينو الذي يصيب الطيور ومن علامات هذا الفيروس أنه يحدث انتفاخا في حويسلة الطائر وسأترك لكم فيديو يعني توضيحي لهذا المرض أما بخصوص السؤال الثالث إخواني الكرام فهو يتعلق بما الطيور التي نضع لها النجارة في العش كما تعرفون إخواني الكرام فيمكنكم أن تضعوا النجارة في عش 4G ويمكنكم أيضا أن تضعوها في عش الكوكتيل أو طائر الكرامات لكن إخواني الكرام بالنسبة للفيشر أو الرز فلا أنصحكم بوضع النجارة لهم خصوصا يعني قبل أن تقوم بفقيس الفراخ وأنصحكم بعد تفقيس الفراخ أن تضعوها لا إشكال في ذلك لكن إخواني الكرام بالنسبة لطيور الفيشر أو الرز فالأفضل يعني أن تعطوهم سعف النخيل فهو الأفضل بالنسبة له أما بالنسبة لطريقة تجهيز طيور الفيشر أو الرز فقد تحدثنا سابقا في فيديو عن هذا الأمر ستجدون الرابط في أعلى الشاشة أما السؤال الأخير وهو الرابع فسنتحدث فيه إخواني الكرام عن فوائد النجارة فمن فوائد النجارة إخواني الكرام أنها تقوم بامتصاص الرطوبة وتزيل الروائح الكريهة الناتجة عن طريق براز الطيور الفراخ كذلك إخواني الكرام من بين فوائدها أنها تحافظ على أرضية البيضة خصوصا لإخواء المربون الذين يعتمدون على أرضية البيضة المصنوعة من الخشب كذلك إخواني الكرام من فوائد النجارة أيضا أنها تحافظ على نظافة الفراخ يعني الفراخ لا تكون متسخة بالبراز كذلك إخواني الكرام تقي من الإصابة بمرض الكسح إلى أن إخواني الكرام مرض الكسح فله مجموعة من الأسباب إخواني الكرام منها أن يكون نقص حد في الكالسيوم وهو الذي يعني يؤثر على الفرخ بحيث بمجرد أن تقوم أمه بالحضن عليه فقد تسبب له هذا الكسر بسهولة وقد تسبب له هذا المرض يعني بسهولة كذلك إخواني الكرام من فوائد النجارة أنها تدفي الفراخ في فصل الشتاء وأنها باردة لهم في فصل الصيف كذلك من فوائدها يعني في تسهيل تربية يعني الطيور كذلك أنها سهلة في التنظيف كما أنها يعني تحافظ على البيضة وتبقى البيضة يعني ممكن أن يتم استغلال البيضة لمدة أطول عود يعني الأوقات التي لا يقوم فيها المربي باستعمال هذه النجارة وكذلك تقي من الأمراض الفيروسية كفيروس الآدين هذا كل ما في الفيديو إخواني الكرام أتمنى أن ينال الفيديو إعجابكم وتستفيدوا منه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر